في إطار التضييق على حرية الصحافة وممارسة الترهيب والتجديد على الأصوات المعارضة اعتقل النظام التركي صحفيين اثنين معارضين في أنقرة في إطار ما يسمى تحقيق يتعلق بتهمة التجسس السياسي والعسكري وسائل علام تابعة للنظام التركي ذكرت أن مقدم البرامج على قناة تيليوان في أنقرة وقالت إسماعيل دوكل والمنسقة في موقع أودا تيفي الإخباري ميسر يلديز المتخصصة في الشؤون العسكرية يخضعاني للاستجواب من قبل الشرطة وقالت مصادر مقربة من النظام أن دوكل ويلديز سربا معلومات حول التدخل التركي في ليبيا وسوريا أما رئيس تحرير قناة تيليوان ماردان يانارداغ اعتبر الاعتقال محاولة من النظام لإرسال إنذار إلى وسائل الأعلام وفي آذار مارس تم اعتقال صحفيين من أودا تيفي حيث يواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى تسع سنوات بسبب كتابة مقال عن جنازة عنصر في مخابرات النظام قتلة في ليبيا وتتهم المنظمات الحقوقية والعديد من التقارير الدولية عن نظام التركي بانتهاك حرية الإعلام عبر اعتقال الصحفيين وأغلاق وسائل الإعلام فيما تحتل تركيا المرتبة السابعة والخمسين بعد المئة من أصل مائة وثمانين في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود في السياق أمر النظام التركي باعتقال مائة وتسعة وأربعين شخصا معظمهم من قوات الأمن تحت ذريعة صلتهم بتنظيم فتح الله غولين الذي يتهمه نظام التركي بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة عام الفين وستة عشر واعتقل النظام التركي منذ ذلك الحين بحدود مائة وستة عشر ألف شخص بالإضافة لإقالة مائة وثمانية وثلاثين ألف موظف ومسؤول من منصبه